سمر يعني مثل ما شفنا أكيد زيادة الراتب هو شيء إيجابي ولكن اللي نغص المشهد اليوم بالشارع هو غلاء الأسعار اللي عم يكون حتى أحياناً عم يكون في احتكار للبضائع هذا الشيء أكيد بيطلب تدخل للجهات المعنية مثل ماذا كان بعد زيادة الراتب أو عزات وزارة التموين للمؤسسة السورية للتجارة لزيادة المواد المستهلة وتوفير منتجات متنوعة وتوسيع الخيارات الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا لليوم الأستاذ أحمد نجم وهو المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بالبداية مثل ما تابعنا التقرير عم بحكوا المواطنين زاد الراتب بس التجار زادوا الأسعار خلينا نحكي عن سوريا للتجارة شو وضعكم شو الإجراءات اللي قمتوا فيها بعض المرسوم طبعا السورية للتجارة هي زراعة التدخل الحكومي والتجارة الداخلية وبين عن التوجيهات الحكومية والتوجيهات السيد الوزير نحن أبمن أكبر تشكيل يمكن من المواد الغذائية ونشرناها بكل صالاتنا مطدية على مستوى القطر أننا هلا بحدود لـ 1250 صالي شغالي على مستوى القطر وأنها 300 صالي إن شاء الله قريبا متدخل بالعمل طبعا ما تركنا مادة غذائية فينا نخدم الأخر المواطن فيها وما بفرناها ابتداء من السكر للزيورة السمون للرز للمعلبات لكل المواد الغذائية بالأسعار اللي كنا نحن مشترين فيها سابقا مرفعنا ولا ليرة لا بارتفاع الدولار ولا بغير الدولار أسعار نسابته عمستوى القطر عم بحكي على كل الصالات من دي مشقل الآخر ضيعة أو الآخر قرية موجودة فيها صالة أسعار نسابته ما تحركت ولا ليرة وبمكان لخبو المواطنين يتوجه بتجاه الصالات صالات دولة كل السيقة لنا فيها ومواد جيدة وأصناف المرغوبة حتى في مواد زكرة اللحوم الفروجي الأسماك موجودة عندنا بالصالات بأسعار منطقية جدا وما ارتفعت ولا ليرة فبدأوا كل الأخو المواطنين يتوجهوا على الصالات وشوفوا بالفعل الفرق صار بينه وبين السوق نعم يعني شيء إجابي كنا نحكي إنه ولا ليرة ارتفعت الأسعار هذا شيء ممكن مبشر بالخير ولكن خلاني نحكي بظل ارتفاع الدولار صار يمكن فيه إقبال على المؤسسة السورية للتجارة بكافة فروعة ومتل ما ذكرنا شباب التصوير كانوا يخبرونا أنه في زحمة كتير كيف عم يتم التعامل مع هذا الموضوع عم تم فقد البضايا عندكم طبعا الدعم الحكومي كان كتير ناجح وكتير كويس عنا أملنا مجموعة من المواد 15% المواد المستوردة هي يعطيتنا دفع وكميات كبيرة ومخزون ضخم فلذلك أي مادة مباشرة عم تخلص من الصانع عم نوفرها بالسرعة لقصوها بالفعل في ضغط كتير على المواد الأساسية مثل ما ذكرت الأسعار كتير كبيرة كتير فرق صار بالأسعار مثلا اللي كله استكر عن 150 ليرة بالسوق طالع فوق الأربعمائة ليرة فالضغط الكبير أو الفرق الكبير خلى بالفعل نسبة كتير كبيرة من الأخوة المؤاطنين توجهوا على الصلاة ويأخذوا المواد اللي زيين أكيد التدخل الإيجابي للمؤسسة التجارية هل عم بلغي دور التجار أو هو عم بلغي دور الأسواء ولا هو البديل الأمسل المستهلك ولمواد نحن خيار للأخ المستهلك نحن مثل ما قلت لك زراعة تدخل الحكومي حكوميا نحن واقفين مع الأخ المواطن ونحن نوفر له كل المواد الأساسية المطلوبة بحيش يكون في بديل تاني على الأسواق هل طلع السكر بالسوق بس في بديل تاني هو صالة دولة صالة سورية التجارة بإمكان يتوجه على الصالة وشوف أن الفرق بالفعل واضح وهذا وقوف جنب الأخ المواطن ومنع استغلاله ومنع الزيادة والمكرمة الرائعة على الإجابي بالنسبة لكثير كويسة بالنسبة لزيادة الرواتب بأنه تروح بالفعل المحلة الصحية أكيد يمكن كمان من الأمور الجديدة اللي كانت بالمؤسسة السورية التجارة هي طرح زينا نقول السلة الغذائية بقيمة 10 ألف خلينا نحكي عن هاي السلة وقداش يمكن فيها توفير للمواطنين بالفعل في سلة الغذائية مبارح جهزناها رح تكون بكل الصالات أتبراً واحد الشهر هي صلة الغذائية بقيمة 10 ألف فيها 5 كيلو سكر 3 كيلو رز 3 كيلو برغول كيلو حمص كيلو عدس مجروش كيلو عدس حب كيلو شعيرية تقريباً ربطين مع قرونا كيلين سمنة لترينزيت وفي نصف كيلو شاي ونصف كيلو رب البندورة فالتشكيلي كتير كويسة سعر 10 ألف فالسوق ما في يعني ما تحت 15 ألف لير أسارعين أكيد فهي موجودة لكل أخو المواطنين اللي بيحبي تفضل يشوفوا الصالات أهتمانا من واحد الشهر رح نفرح كميات كتير كبيرة دمشقل في دمشقل في كل المحافظات بتشكل يعني بتكفي شهر كامل لحد قدم تكفي شهر كامل فبدعوا الأخو المواطنين يشوفوا تفضلوا نوعية جيدة من أفضل أنواع وكمان بأسعار مخفضة خلينا نحكي عن عروض التأسيط للمنتجات اللي عنكن وهي عابدتون حتى عروض التأسيط بسعر التكلفة خلينا نحكي شو موجود عنكن هلا في عنا عرضين تأسيط العرض أول هو مع مصرف تسليف الشعبي في اتفاق صار مع مصرف تسليف الشعبي بالنسبة للسلاة المعمرة لحدود المليون ليرة أي مادة كهربائية أو مفروشات أو غيرها بيحبي يقصد المليون ليرة نحن ديهزين في عقد تاني مع بنك خاص وبنك بنفس الطريقة مندوب المصرف موجود بالصاري مشان تسليف إجراءات التقصيد مشان ما يكون فيه أي صعوبة لأخ المواطن ونحن حالي نكون معاملة خالصة خلال 24 ساعة فيه كمان مكرومة حكومية هي 300 ألف ليرة اللي رح يبلش تنفيذها 1-1-2020 هي كل شهر 50 ألف ليرة مدد 6 أشهور 300 ألف ليرة بدون كفيل وبدون فائدة وبالتقصيد لأربع سنوات كتير منيح هذا موضوع بدون كفيل خلال بس نركز على الإجراءات اللي مطلوبة اليوم بخصوص إذا بنقول القرد أو حتى القرد 300 شو الإجراءات يعني أنا فيني كمواطن عادي أخذ هويتي وروح لعنفهم فقط كفيل عفواً بيان بالراتب بيان بالراتب من من محاسب الإدارة وبينزل فيها على الصالة بينقل الموالب الدوية هو بيرجع بيعامل فاتورة وموظف المصرف موجود بالصالة نحن محددين الصلاة على الصفحة تبعنا عموقنا المنتشر بدي مشقل اللي عم بصرفيها التقسيد فمندوب المصرف موجود بالصالة مجرد ما إجاء بيان الراتب مندوب البصرف هو يتصرف بيأخذ كل الأجراءات العزمة وهو عليه يختار البضعة أو المادة اللي بده يشتريها يعني أي مادة أو أي منتاج يعني ما في متجات خاصة للتقسيد لا لا أبدا هلأ بالنسبة للمواضي 300 ألف هي مواد غزائية يعني خمسين ألف يمكن أن يشتري كل المواد غزائية الموجودة بالصالة ما في أي مادة معينة وبالنسبة للإستراع المعامرة البدوية لدينا كل كل أنواع البضعة يمكن أن الأجهزة كهربائية ولا منزلية يمكن أن ينتقل البدوية والتقسيد ثلاث سنوات هلأ يوجد كل المنتجات بيأة المؤسسة التجارية ولا عنكم ضعوة وخلينا نحكي عن الصعوبات والمعوقات اللي أنتو عم تواجهكم بهذه المرحلة هلأ عنا كل المواد يعني بشكل كامل هلأ أحيانا بيصير اختناق في بعض المواد للألية طلب هائل يعني مثلا هلأ عنا طلب على الزيوت كثير ضخم بس عم نوفر يعني في عنا إمكانيات نوفر إن كان من 15% موفرتها الدولة أو لجنة اقتصادية عبر المعامل الموجودة بالقطر نحن نشتري المعامل مباشرة فعم نوفر مخزون كافي وكمية كويسة لحد الآن الأمور جيدة جدا معنا نقص بشي المواد كلها متوفرة بالعكس عم نكون حريصين لأفضل مواد المطلوبة بالسوق ما عم نجيب مواد غير مرهوبة أو نحطها على الرفبس لا عم نجيب أفضل المواد المرهوبة الموجودة بأفضل المول أو سوبر ماركت بدمشق طبعا موضوع القروض المرجع من النوه هو موجود بكل الصالات بكل المحافظات يعني بالمزة بالبرامك كلها موجودة تماما خلينا نحكى نحن على أبواب نهاية تراث السنة وكمان الضغط بعضهم يمكن حيزيد على المنتجات الغذائية في يمكن قروض عم تدرسوها يمكن إجراءات جديدة كمان لتساعد أو تخفف يمكن موضوع غلاء الأسعار على المواطن بالمواسم نحن دائما مثلا موسم القرطسي كان لدينا قرض و50 ألف بنسبة للدفاتر والحقائب والمستزمات المدرسية موسم السجاد كان لدينا قرض بمئة ألف يحب يأخذ سجاد مئة ألف غير الأروض السابقة فبيتفضل على الصالي كمان بدون فوائد والسلاد الميان بالراتب ودفعة أولى في موضوع دفعة أولى موضوع كثير خفيف يعني ما في نحن بجانب الأخ المواطن بكل زمان ومكان بدعون بدعون يجميع الأخو المواطنين يزورون وشوفوا بالفعل فيه منتجات رائعة وفيه طريقة عرضة كتير كويسة فيه اسلوب جديد بالسورة للتجارة فيه عندنا مولات كتير رائعة بيحب يشوفوا المولات إن كان الأمويين والأبن عساكر والصالات وهلا قريباً عندنا التوسع أفقي عم استوى القطر بأعدد ضخم جداً بالصالات وبالدعم الحكومة اللي عم ناخدون نحن عم نشتغل تقريباً آخر السنة بيكون هنا 300 صالي زيادة عم استوى القطر خلينا نحكي فيه خطة سورية للتجارة كمان بالمجال الألبسة ويمكن كمان أنتو تعملوا الألبسة يتصنعوها بالسورية للتجارة خلينا نحكي عنها هاي الأسعب وخططات بالنهاية العام يعني متل ما دخلنا بالمواضيع زائية باللحوم والأسماك والفروج والمواضيع زائية الثانية طبعاً أنا طموح ندخل مجالة الثانية طبعاً ما هدفنا فقط لغير هو خدمة الأخ المواطن هلا فيه فيه كزا دراسة معمولي هلا أخو يعني هنعمل كزا صالي بدمشق وغير دمشق للألبسة اللي سهل الشبابية يعني الرياضية أو التي شرت يعني ما فيه ستوكي كتير كبير بالتعاون مع مجموعة من الموردين وإن شاء الله قريباً يكون فيه صالي أو صالتين قريباً حيتم بالتنفيذ هلا نحنا عم نشتغل ما نشوف يعني فترة قريبة جداً يعني متل ما ذكرت لك نحن دخلنا مجموعة من النشاطات وأحد أهم ما رح يكون هو الألبسة نعم بالختام أستاذ أحمد بس لموضوع الشكاوي إذا أي أحد عنده شكوة على يمكن نوع بضاعة معينة أو فقدان بضاعة أو حتى يمكن ارتفاع السعر كيف ممكن يتم التواصل مباشرة هذا رقم خريوي فيني أطيها اللي مباشرة عنها صفر تسعة ثلاثة 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 سبعة سبعة تسعة ثلين سبعة أكيد فوراً التواصل مع حضرتك هذا رقمي أنا جاهز فوراً إن كان هون أو بكل المحافظات لتقبل أي شكوة مشان ما نمر بالروتين العادي شكوة لا مباشرة للإدارة وأنا جاهز مع الاجتفاونا تمام نشكرك كتير أستاذ أحمد نجم على كل يمكن هذه الجهود اللي عم تعملوها يمكن من نقول تحسين أو تلطيف الجو المناخ يمكن اللي عم يكون فيه غلاء الأسعار يمكن أسقلت شوي المواطن بأعباء الزيادة شكراً كتير لكم لا تركوا العافية شكراً لكم أكيد متشكر وجودك معنا متشكر تعاونكم مع المواطنين أكيد رغم زيادة الأسعار بس أنتوا بقيتوا مثل ما أنتوا شكراً لوجودك معنا وأكيد منشوفك بحلقات قادمة شكراً